نقول السلام عليكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله اليوم بشرح التاودة أول شغلة التاودة هي من أصوات الفريكشن اللي هي أصوات الاحتكاك عفا من أصوات الستوب كونسننس اللي هي الأصوات التوقفية أو مرح تيسمونهم الأصوات الانفجارية لأن بيهن انفجار هاي وحدة الشغلة الثانية الشغلة الثانية التاودة طبعا الصوت الأول يكون قوي والصوت الثانية يكون ضعيف تا از سترونج دا از ويك تا هو القوي دائما من الأول قوي والثاني ضعيف تا دا الأول تا قوي طيب نزين رح نأخذ النقاط أولا يقول منطقة التب مالتي تنغ طيب منطقة التب مالتي تنغ حلو تا قوي طبعا تا قوي طبعا حلو تا ثاني نركز على هاي إذن تكون تكون بنص the middle of the the middle of the the tip of the tongue خلينا نروح للرسم هاي 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 منطقة مقدمة الليسان هاي نشوف شلون صايرة حتى ملامسة T T tip of the tongue is 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 firmly against the middle of the alveolar ridge طي هاي نقطة الأولى إذن تكون بالقرب من منطقة the alveolar ridge هاي هاي hard bullet soft bullet alveolar ridge alveolar ridge alveolar ridge التي هي المنطقة بقرب الأسنان لذلك تتعلمونهم alveolar ليش لانقريبات من alveolar ridge this soft bullet is raised the soft bullet يكون مرتفع so the breath can not skip through the noise or through them but it's trapped for a short time ركزلي على هاي الملاحظة كلش ركزلي على هاي الملاحظة شين معنى it's trapped for a short time نقطة الرابعة بالنقطة الرابعة يقول the sides of the tongue يعني جوانب اللسان are firmly against the sides of the pallets يعني جوانب اللسان هي متلاسقة بجوانب سقف الفهم بجوانب سقف الفهم طيب لذلك the breath cannot pass over the sides of the tongue حسه جوانب اللسان أيضا تكون متصلة ب أو مرتفعة بجوانب البالت لذلك ako partake partake Menu Windows عبر you L what N n L he the T D T T T من خلال الجوانب على اللسان هذه النقطة رقم ثلاث طيب نقطة الرابعة وان تنخفض الظلي جوه ثلاثاً، من منطقة الأسنان من خلال اللسان يقول من مقدمة اللسان تنخفض الظلي جوه تنزل من منطقة تنخفض الظلي جوه تنخفض الظلي جوه الهواء يطلع بسرعه ينفجر الهواء مع انفجار طفيف سوف يصبح عندك شنون التقطقة تدهج طيب الآن عندي هذه الكلمات عندي كلمة طو طبعاً اثنيناتهم من نفس النطق ونحفظها طو 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 وعند نطق كلمة تن ودن الواحد يكون مضحك يضحكي مبتسم يعني شلون كلمة ابتسام تن عسى حاليا انت حاول تجرب تنطقها وياي تن الكلمة اللي وراها عندك تون و دون تون دون هذه تون دائما تون او عرب نصر الكلمة صير او تون نفس هذا بس التى و الده طيب نجي الى كلمة تاي و داي طبعا هذا صوت الاي طويل اللي هو الدفون عندي كلمة تاون و داون عندي كلمة تون نفسه هي اصلا نفسه و ماكو فرق ابدا يعني عندي تاون عندي تون و عندي دون دل دون دل دون دل دون دل هذه كلمة تاون تاون و داون أنا نطعت ملاحظة إذا أويو لو تجيني دائما أويو في الكلمة فنحاول دائما عند الرسم الصوتي نكتبها بهذا الشكل اللي هو صوت الأي ويما يو لما تجيني أويو في نص الكلمة وراح أصير تاون داون يكون الماث شوية مفتوح عندنا تقوم تاون داون هذه الكلمات رايدا اعتقد كلهم إحنا مأخذين لاتا 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 لادا لادا اللي هو ساد كلمة ساد كات لادا هذا ساعة كلمة لاتا لاتا اللي هو صوت الأي اللي موجد في كلمة ذات وكات عندي هنا wouldn't you هذا الكلمة مثلا عندنا عندي هذه الكلمة بها التقاء ساكنين احنا بالعربي ما عندنا التقاء ساكنين يعني دائما احنا نقول وكسره كذا لالتقاء الساكنين طبعا اللغة العربية ما بها ساكنين يجون سوية دائما يكسر عندنا التقاء الساكنين اما هنا باللغة الانجليزية فما يكسر عندنا التقاء الساكنين لذلك لذلك احنا دائما يعني صعبه عندنا فنقول ترابد ما نقول ترابد نقول ترابد نضيف شواء لان احنا متعودين بالعربية بسبب اللغة العربية مالتنا يعني دائماً عندي كلمة ويتنغ عندي ووتا عندي كلمة عندي كلمة طبعاً والإنج دائماً نحن ذكرنا أنه سيحدث بهذا الشكل التيم كرر أن نكتمل عدد مرة وحدة هالكلمات بسيطة جداً عندي يعني ما راح نمواجه بيهن مشكلة أبداً وغلبهن احنا ماخدينهن نأتي الآن إلى صوتين الكي والقي طبعاً الصوت الأول ذكرنا قوي صوت الثاني يكون دائماً ضعيف كي قوي طيب نجعلنا The back of the tongue is the firm The contact of the soft bullet نهاية اللسان تكون متصلة بمنطقة الصوت بلت كي كي نشوفينها نشوف ما يحدث راجع لي ورا جاية بالصوت بلت بالأخير جاية هنا صوت بلت كي قي نهاية اللسان راجع لي ورا نهاية اللسان تكون راجع لي ورا كي قي طبعاً نقدر نضيف نهاية وملاحظة عليه The soft bullet is raised 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 لذلك أن الهواء راح يعمل لفترة قصيرة When the tongue is lowered يقول عندما ينخفض اللسان حلو، ما راح يصير The breath The breath is trapped for a short time ذكرناها أنا ملاحظة مهمة لازم نذكرها دائماً كل أصوات التوقفية يقول When the tongue is lowered من ينخفض اللسان The breath is rushed out of the mouth with a slight explosion ذلك الهواء راح يصير به راح ينفجر الهواء بإنفجار راح يخرج الهواء بعد ما ينزل اللسان بإنفجار طفيف بإنفجار طفيف الرسم مهم من الصوت القوي من الصوت الضعيف مهم من نقطتين ذني الكي والقي طبعاً سهلات فرح يكونن بسيطات يعني جابنا رسم جابنا أوصف هذه الأمور كلتها نفس الحالة راح يكون نفس الشرح طيب نجي الآن طبعاً إلى الرسم الصوتي موضوع الرسم الصوتي راح يكون سهل علينا لأن الكي والقي هنا نفس الحروف هنا نفس أصوات إلا اللهم في ملاحظة أخرى وحيداً راح نضيفها طبعاً قبل أن أذهب إلى الملاحظة المهمة بخصوص الرسم الصوتي أكفت شغلة مهمة لننسى الاسبريشن الآن لو أجت على هذه الكلمات هذه الكلمة كيف بها بها اسبريشن يعني الكي هنا اسبريتد الكي هنا اسبريتد لأن جاي بالبداية الكي اسبريتد هذه الكي اسبريتد لأن الكي والقي الكي هنا باسبريشن فأنا راح يكون عندي اسبريشن طيب باسبريشن 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 كلمات ذنية سهلات ان شاء الله كيف عندي كال كال طبعاً ذكرنا بأن الـ IR و الـ UR إذا تجيني بنص الكلمة ستصبح بالرسم الصوتي دائماً على شكل ثلاثة ويمها نقطة هذه الملاحظة ثعبتها وإذا تجيني UR بنص الكلمة دائماً ستصبح بالرسم الصوتي بهذا الشكل اللي هو ثلاثة ويمها نقطتين كال كد وقد نلاحظ كد وقد نفس الرسم عندي كارد وقاد انت ونا ذكرناها بأن الـ AR إذا تجيني بنص الكلمة تصبح عندي أي نقطة اللي هي صوت الـ A اللي هو طويل اللي موجود في كلمة كارد وهاد و باعت وإلى آخره عندي كاب وقاب نلاحظ عندنا أي نص الكلمة عندنا كلاس وغلاس كراو وغراو كراو وغراو طبعاً هذيني كراو وغراو وبراو وفراو وين ما يجين الملاحظة بهذا الشكل هكذا يكونون بالرسم الصوتي طبعاً هناك ملاحظة مهمة جداً ظني سهلات عندي الـ PIC و الـ BIG يعني ما راح نواجه به المشكلة بس أكو ملاحظة نكتبها نكتب ملاحظة إذا جاءت الـ W عفواً إذا جاءت الـ Q حرف الـ Q في الكلمة هذا إذا جاء حرف الـ Q في الكلمة فيكتب فئ الرسم الصوتي كي يعني أنا حتى مثلاً عندي كوين مثلاً وين ما يقف الـ Q هذا نكتب H طبعاً أكثر شيء يجوارها W فنكتب إذا جاءت الـ Q يصير بالرسم الصوتي كي و الـ W ودائماً أكثر شيء كوين دائماً إذا تجين الـ K يجوارها راح يصير W فراح أصير نكتب إذا جاءنا حرف الـ Q بالرسم الصوتي راح يصير كي و الـ W راح وأزمże قلمات سُتراجون قلمات قبل مpayعم قلمات 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 شكرا